السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتناول اليوم تطبيقا مهما باستخدام نظام المعلمات الدولنطية ورئيات الأقمار المستنعية المنزلات باشتقاق التراكيب الجيولوجية الخطية من خوالف وخواصف من مرئيات الأقمار المستنعية يمكن اشتقاق التراكيب الجيولوجية الخطية من المرئيات الرادورية او ملفات الأقمار المستنعية وهذا هو الأفضل ولكن بما انها ليست متاحة للجميع سنقوم باشتقاق كامل مرئيات الأقمار المستنعية وأفضل الحزم الطيبية لاشتقاق هذه التراكيب هي الحزمة الرابعة والخامسة والسبب لذلك سنقوم بعمل البرنامج لثلاث حجم وتصدرها إلى البرنامج بي سي آل جيوناتكا ثم نستخدم تقوم بعمل وهو يريد اشتقاق الصفات الخطية ثم يتم تصدرها لانا قد تتحادل انا في التحديد الـ X و Y coordinate ثم بعد ذلك نحن بتحديد الـ X و Y coordinate وويركس version construction سنقوم بعمل التالي نستقشف النغائية أولا نقص على البرنامج نقص على الطريق المساتف دة نستوى التقيام نقوم بتطبيق برنامج بيسي آن في وماتيكا ثم يكون بفتر مرعية منطبيب هذير الكنتر لانش ساعات ليعوزه المرعية الانهار رجي دي نضغ على زر الجاوز نأتي بالمغاية ثم يخلق وضع نضغ على زر الجاوز وهو ما يواجه تنضر مربع ثم نضغ خارج ثم نضغ الخارج ثم نقوم باستخدام ثواريز ثم نضغ على مختبار نضغ على الخطوط سيقوم بمختبار نختار Analysis ثم Geological and Geophysical Analysis ونختار منها Line Extraction ثم نضغط على أبن في هذه الخطوة يمكنك استخدام البند الرابع فقط لتوليد واشتقاء التركيب الخطي أو اختيار الثلاث بندات ومن ثم معالجتها في برنامج RPGS من خلال Merge أو Yannick ولكن هنا سنستخدم تاند رقم 4 من خلال تحليق بهذا الشكل ثم Run نضغط على تركيب الخطيئ في بند رقم 5 ثم نضغط على تركيب الخطيئ في بند رقم 5 ثم نضغط على تركيب الخطيئ مرة رقم ثلاثة والنوازي بان رقم سبعة ثم رقم بهذا الشكل ثم يتم تصدير الباندات من خلال الكنين ثم تستقليق ثم ترتابعة رقم ثم تترى مكان الحاجز ثم تترى مكان الحاجز ثم تترى مكان الحاجز وبهذا تكون إدارة من برنامج PCI Geometry نذهب لفتح الشفة في برنامج الارتناب ثم نبدأ لإضافة حق لتحديد الأبوال ثم نبدأ لإضافة حق لتحديد الأبوال ثم نقوم بإضافة حق لتحديد الأبوال ثم نقوم بإضافة حق لتحديد الأبوال ثم نختار Length ثم نختار 1 بلاس بالأمطار ثم OK هكذا قد حددنا أطوال هذه الأمطار ثم ندير ثم نم LUOT ثم نقوم بإضافة أثناء إخوة ثم ثم العمود ثم 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 نحضر العمود الأول X1 ثم ثم نختار الخاصية XCODLINE START ثم اضافة 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 ترجمة نانسي قناة 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 من خلال بنيار بنيار ثم في الانبت كولمت X1 X1 Y1 Y1 X2 X2 Y2 Y2 و عمود الانحرافات مطلوب منها أن يضع المحفظ فيه على الرقم 7 و عمود الأطوال بعد التحولها مطلوب من عمودها في رقم 9 و عمود المقطة الوسطى مطلوب منها نضع فيه على عمود رقم 9 و المقطة الوسطى النوعي مطلوب منها نضع فيه على عمود رقم 10 و نتأكد من تحديد حساب الbearing و المحراب المقطة الوسطى ثم وضع على بسطى يتم الحساب بهذا الشعر نحضر العمود رقم 7 ثم liners وضع على close diagram و في المbearing حساب close diagram من عمود الbearing ثم تبدل إن كان رقم 7 و نضع على عمود رقم 7 ثم نضع نضع و نتأكد من تحديد هذه الإخدارات ثم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة